مع رأي حضرتك وحاج دايما في المواقف دي بتابع حاسم جدا هنتكلم عن المشهد المخزي والمؤسف اللي شفناه في مباراة الوداد والرجاء يعني مباراة نهائي دوري أبطال الأفريقي بس خلينا نبقى قليلا مع المشهد الجميل اللي شايفينه احتفال نجوم ليفر بول موسم ضخم جدا ناجح جماهيريا وماليا الموسم الأطول في العالم بعد ما استمر الفريقين دول بعد مشقة الدوري الإنجليزي والمنافسة وتوتنهام كمان كان بينافس يعني هو بعيد شوية بعد السيتي وليفر بول لكن خاد المركز التالت الفريق ده كمان عمل موسم استثنائي لأنه لم يسمحوا له بانتقال لعبين أو أي انتقالات هذا الموسم قالوا له ما فيش باجت للعبين احنا بناني للإنجليزي جديد توتنهام وعمل موسم رائع ليفر بول عمل موسم أكتر من رائع هو الوصيف في الدوري بفارق بسيط جدا بفارق نقطة واحدة على ما أعتقد عن السيتي وأيضا بيحصل على لقب بعد ما كان في مباراة النهائي في دوري الأبطال يعني هو العامين متتاليين كان العام الماضي طرف من طرفين نهائي ولم يفز بالبطولة سادس مرة في تاريخه أول مرة اللعب مصري نجبنا محمد صلاح تالت لعب عرب يحصل على اللقب ومشهد رائع شايفينه في الاحتفالات خلينا نتكلم شوية عن رأي حضرتك في مباراة ليفر بول وتوتنهام جماهيريا وتنظيميا وفنيا كمان رأي حضرتك لما تيري نشوف لامهريا نشوف السلوك يعني نشوف لامور توتنهام بعد ما نشوف بيسمع محصل ما نسمعناش بقى أي حالة يعني وإحنا يعني خدت بقى ده كده فالامهرين شيء رائع جدا يعني أنا يا بخت لعيبة ليفر بول ونمهورهم الحقيقة لامورها صدبار ما تقولش يعني ده أعوى الامور في النلترة يعني هما من ناحية تعصبهم للنديم وعبهم والكلام ده كل إنما في الأول وفي الآخر دي منظومة يعني أنت لما تشوف المسألة مش بتيجي صدف ما فيش صدفة ما فيش حدث ما صدفة دي منظومة تعالى شوفها ويمكن محمد صلاح ليه تصريح بيكلم بيقول على السنة الجاية تعالى شوف أنت النهار ده النهار ده هم بيعملوا إيه ولا حيعملوا إيه عشان في المنظومة يعني أنا عايز أقول في الأول وفي الآخر يعني مش عايزين يدخل نفسنا طرف خلينا نتفرر لنمه مبسوطين ونسقط لو عايزين نتكلم إزاي إحنا بنعملش كده لأن إحنا أول أنا وإنت بقى يعني قبل ما نتكلم إحنا كلنا مسؤولين عن اللي إحنا فيه عشان نبقى زي دول لازم نبقى إحنا زي دول في كل حالة رأي حضاك في محمد صلاح مبارح النجم الكبير رابح ماتجر بيقول أنا سعيد بنجاح محمد صلاح وهو حقا يستحق لقب فخر العرب وأتمنى له مزيد من النجاح وخطوة للأفضل في الفترة القادمة بعد النجاحات اللي حققها في الدوريات الدوري سويسرا ودوري إيطاليا والكلام ما زال على لسان النجم ماتجر نجم الجزائر والكرة العربية وبيقول بعد نجاحه الكبير في إنجلترا أعتقد أنه كمان يمكن أن يقدم خطوة نجاحة جدا في الدوري الأسباني حالك شايف تصورك لمستقبل صلاح وممكن بعد الفوز باللقب ده والتواجد في الفاينال عامين متتاليين ممكن ليفربول يترك أي نجم من نجوم مفتوين أسأل أنت عارف الأندية دي برضي محمد يعني لحسبات تانية يعني تقلت أنهم قال لك السادة هم اللعيبة هم لا بشي اللعيبة يعني هم عندهم فكرة تانية وفي استراتيجية تانية في أندية بيت يعني أرسنا ده طول عمره بيعمل لعيبة وبيبيع ومالوش ده ومالهم مش مركز أنه ياخد بطولها أنا معرفش يعني بيفكره ازاي إنما أنا لن نتكلم عن محمد صلاح تعالى بقى نمشي ده النموذج ده ده ربنا سبحانه وتعالى زي ما يكون بقيت لنا حاجة عشان يقول لنا خلي بالكوا وتعلموا وفهموا يقلنا إحنا 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 المصريين محدش يقول لي إن محمد صلاح ده نتاج منظومة في كاتفة حد الكورة أو منظومة قراوية أنا أجحها عندنا محدش يقول لي كلام ده خالص ده ده نتاج إنسان ربنا إداله سبحانه وتعالى يعني أولا فيه فضل بعد فضل ربنا لأبوه وأمه يعبوه ده اللي ياخده كله هو صغير ياخده يسافر به ما هو أصل محمد صلاح حتى مش نام بالمنصور يعني ده ده بيسافر حتة كمان يعني يعني بيطلع من عشان يوصل النجريج بتاعت القرية دي عشان يوصل بقى المنصورة يعني ده مسافة وبعدين موصلة تانية للقاهرة وبعدين يعني لغاية ما توصل وبعدين للنالي كمان وبعدين للنالي كمان وبعدين للنالي فأنت بتتكلم فأربع ساعات رايح واربع ساعات جاي إنما هل حد كان عندنا نتاج منظومة بحيث إن إحنا شاف المحمد صلاح ده أول وطلعنا نجريج إحنا لو عندنا منظومة يعني إيه يعني ده من أول لازم يكون عندي ملاعب وعشان كده أنا بطالب بتلات تلاف ملعب خمسي كده في كل أنحاء مصر لأن أنا عشان كل طفل يلعب عشان أنا كل الهم بتاعي ليه لأن اللي زي محمد صلاح ده بيبقى نادر يعني زي الحادات النادرة فده لازم يبقى عايز عين خبيرة ليدا ليدا تلقط لأنك إنت ده بيطلع ممكن واحد في الألف واحد في التلات تلاف واحد في الخمس سلاح لو أنا عندي بقى كله بس كل طفل يلعب لأن إحنا المواهب متوزحها ربنا سبحانه وتعالى وزحها في كل الدنيا ده طلع محدش شافه إنما هو الإصرار وربك بقى لما بيريد فيروح على حالة تابعة المؤولين العرب فرع طنطة ولا معظن في طنطة كان مش عارفين فهو روح هنا ويمشي بقى دورة وبعدين يروح نادر زمالك يقول له إلا أنت ما تفعش تلعب كرة ولو خدت بالك والكلام ده كله ويروح المؤولين العرب وتبتدي الرحلة إنما أنا عايز أقول الشخصية ديت مين اللي معلم أنا ما عارفش يعني المؤكد إن محمد صلاح اللياقة بتاعته البدنية فطرية اللياقة اللياقة اللياقصود إيه قد مكونات مكونات اللياقة البدنية بتاعته اللي هي الأساس بتاعه اللي على الأساس أو وزنه مع قواته العضلية مع صرعته اللي بيديني اللي بيديني اللي بيديني اللي بيديني لقدرة القلب والراتين ده دم وده أكسجين لأطول فترة ممكنة دي كتت فطرية أكيد لأن مين اللي كان في ناجريك هيعلمه إنه يتدرب ازاي ومقنن ازاي لأنك انت في عشر سنين يتتدرب بطريقة معينة وفي احداشر بطريقة معينة ده وفقا للعلم بقى اللي إحنا في القارة منعرفش ان نعمله أصلا فكمين بقى اللي في ناجريك هيعلمه ده فربنا يديله ده ربنا بقى يديله الهامة من ده كله ازاي ان الولد بقى عنده ثقة واليقين انت حلم عنده ربنا ان زاي يستحمل كل الكلام ده ان مين اللي بقى اللي اهم ان ده كنت سخافة احتراف مين اللي علم هالو انت عارف ان مشكلت كل النجوم بتوعنا اللي سفر البر وكلهم كانوا مواهب كويسة ليدا ان الغربة ما بيقدرش يا غربة خصوصا مع اول مطبق او تعثر اللعب يستسلم محمد صلاح واجه ده مع موريني اه 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 استاذ ابراهيم كمان اه كتير من اللاعبين ما كانوش كلم بتبقى نهاية لمشوارهم في الاحتراف مع تعثر مع تجربة مع مدرب او جهاز فني او نادي مش مقتنع بقدراتهم محمد صلاح تغلب على ده ادري اعتخدت مرحلة شلسي اللي كان فيها احباط كبير جدا موريني ما كانش مقتنع بقدراته ما ادلوش الفرصة ورجعوا خطوات لورا لكن هو ادري كم عسل ده هو اللي قابليها ادري يعادل اه اول عامل المدرب نمرة ثلاثة صلاح كمان رفع عالم مصر في الصورة في الاحتفالات دي مع الجمهور وفي ليفر بول خلاص ده ده ناس ده ده اه 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 صلاح وده كل نجوم الفريق طبعا هم هم عاملين يعني الجيل ده عامل نتائج فقط كل توقعات انهم كمان سبتهم في المستوى انهم بينافسوا عالدوري محمد صلاح بيقول احنا كان موسم صعب جدا علينا اه وبيقول نتمنى ان احنا نحتفظ وننافس الموسم القادم هدفي هو المنافسة من جديد على الشامبيونز ديج او دوري الابطال في الموسم القادم وبيشوف ان ده ختم رائع لمجهود ليفر بول هذا الموسم وايضا انه كان صعب عليهم جدا بعد الجهد الكبير اللي عملوا الموسم ده انهم يعني بيقول هو فوز مستحق بالدوري المان سيتي ولكن فوز صعب علينا بفرق نقطة واحدة او فوز بالبطولة وكان صعب علينا نحن نخسر البطولة بعد المنافسة دي وان كان بيقدر حق من سيتي في فوز بالبطولة عنده طموح الموسم الجاي بيقول عايز الدوري وعايز الشامبيونز ديج مع فنان هم خلاص يهما كده دلوقتي دخلوا في دور المجموعات من غير تصفيات كبطل البطل صعب يتخطى التصفيات يعني لأ ودخل خلاص بقى هو ضام من الماء عشان ما كانش يعني انت ما تباش في الاربعة هو صحيح تاني الدول نمر اتنين خلي بالك انك لما تب انت تاني يعني بيضيع منك درع الدولي على نقطة برضو ده تنقط يعني محبطة يعني بين يو بينك تنقط بس أرع للصلاح بقول ربنا سبحانه وتعالى اداله حالات كتير اللي بقى والتوازن والنفسي والاقتمع والحالات دي والشهرة والحالات دي لو يدروا يتخطط ده كله بسم الله م شاء الله ده لنا بقى احنا الرسالة اللي لنا احنا هل احنا فهمنا دي هل فهمنا ديت ان احنا عندنفهم ان احنا عندنا نجريك دي عندنا كرة زي كتير قوي ممكن يبقى فيها زي صلاح بس احنا مشايفينهم عشان هنما عملنا هل فهمنا الدرس ده هل فهمنا بقى ان احنا لو احنا نهتمل بهذه المسألة هل فهمنا ان احنا اصلا إن أدي واحدة هوت لو إحسننا لو إحنا بنحسن يعني كل ما حنطلع موهبك وإيساف لعبة مهينة والبرة ده بيعمل لك دعاية بالدنيا كلها هل إحنا فهمنا الرسالة دي يعني أنا عايز أفهم إتحاد القرى بيفكر إزاي يعني إتحاد القرى بيفكر إزاي إنه لغاية اللحظة اللي إحنا فيه عاملين يتخنقه يعني مبارح والأول مبارح هم يتكلمه وعملين اجتماعات عشان مين بيحب مين وبيكره مين وكلام ده كله هل إحنا فهمنا إنه إحنا النهاردة ندور بقى بجد إن أنا عايز أطلع بقى زي صلاح ده عايزين واحد اتنين تلاتة عايزين نزود عدد محترفين في الخارج هل إحنا فهمنا كلام ولا حاج هل فهمنا النهاردة إنه إحنا زي نأهل ناسنا ولا حاج هل إحنا عرفنا نستفيد إحنا عرفنا نستفيد من محمد صلاح بجد في الحدوثة دي ولا عملنا حاج 96 مليون سترليني حصيلة الجوائز المالية من دوري الأبطال الأوروبي بعد وصوله للنهائي والهزيمة أمام ليفر بول 96 مليون سترليني ويحصل ليفر بول إجمالا على 97 مليون سترليني من مشواره في دوري أبطال أوروبا ده بعيدا عما يحصل عليه طبعا من جوائز أو توزيع للأرباح من ربطة المحترفين في البريمير ليج بعد ما حصلوا على المركز الثاني بيبقى مبلغ ضخم جدا حالك تعلم الأرباح بتوزع بالتصنيف من الأول إلى الأخير النجاح المالي والتنظيمي الإداري الشكل اللي شفناه شكل الاستادات الجديدة اللي بتطلع بشكل ممتع ومبهر حالك ده بتشوف مبارح استاد أتلاتيكو الجديد واستاد شفناه قريبا استاد توتنهام الجديد المنشآت الرياضية ووجودها وامتلاءها بالجمهور والنجاح كل دي حاجات نفسنا نوصل للشكل ده بنتمنى نوصل شوف احنا علشان نوصل للشكل ده لازم احنا مثلا عشان نعمل ده في الكورة نازم ينبقى عندي المنظومة بتاع كورة معمولة الصح اول حاجة عملها صح يبقى خلص احد الكورة ده يبقى عندي لجنة الاندية المحترفة على فكرة دي مش دي مش بدعة ولا تشريف هو ده الصح هي دي اللي بتدير منظومتك بس تديرها على النظام المظبوط ما يجيش حد بقى تاني بقى هنا الرئيس نادي وتاعي يقول لك لا 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 أنا حاخد زي التاني ما فيش زي التاني فيه اللجنة دي لها رولز وقواعد وانا بعتقد ان لجنة دي لازم تبقى يعني الادارة الكاملة اللي فيها تبقى المحترفين ناس مش متفرغ مش هوا لانك انت بتدير يعني اهم حاجة عندك يعني تخيل انت لجنة اللي بتدير دورة الاندليزي دورة الاندليزي ده انت بتتكلم فيه اهم من اي حاجة في البتاع في الدنيا يعني بالنسبة لكورة يعني حاجة مهمة ده ده فانما ينفعش بقى يبقى واحد بيشتغل دكتور ويدي بعد الظهر خمس زقاي يبقى في البيت ويقول لهم اتكلم دولة دولة يقول لهم طب يعمل ماتش ده طب قال لي الماتش ده حاجة عمر ولا حاجة مش حاجة ما ينفعش الكلام اه طاقة عز بس اسأل عن حاجة احنا دي اول مرة يبقى انت دولة يبقى فيها الاربع يوصلوا كده اعتقد انها اول مرة اربع فرق من انجلترا مست توقيت في نهاية البتوطين يعني ممكن برضو زملاني لكن اعتقد انها مفرقة ان فرق انجلترا رجعت كانوا الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت بيبقوا خارج المشهد شوية خصوصا في الشامبيونز ديج برا طبعا السنة اللي فاتت اللي كان فيها ليفر بول كمان قبلها كنا بنلاقي دايما بنتكلم في بايل ميونخ برشلونا ريال مدريد يوفانتوس مع بعض الاندياء الاخرى اللي بتطلع معهم احيانا للسامي فاينل اول فاينل لكن تطور اللي حصل في الدولة الانجليزية اعتقد انه النتائج يعني بيقى هو نعكساته هي النتيجة دي هو طبعا لا هو معنا باهتيالي القوة والقوة القوة الجسمانية والفكرة القوة البدنية اللي موجودة في لعبة الكورة معتمدين عليها كدوز من الكورة لحظناها دي فتاة تنهم مع ايكس في الكور كل الصدمات اللي كان بتحصل نتيبتها ان بذات الشباب الصغير اللي طالع دا كان نتيبتها ان دا بتاع واحد في الارض والتاني يواخده الكورة وممشي كوة فيه كوة دا مش كوة من غير مهارة نمرة اتنين انك انت النفس الطويل خدت بالك يعني انت نفسك طويل وده شفناها في دا ليفر بول وبروشلونا بروشلونا جايبا بتدلعب كعب مش عارف فيه التيك تاك والتيك واوي والكلام دا كله مفيش ده حرسوه خلي بالك احنا انهم اخدناش بالنا بالماتش الاولاني في الماتش الاولاني دا لولا طبعا ميسي يعني الماتش الاولاني هو ميسي البروشلونا الفاول دا هو لنقل الماتش من حتة لحتة لكنما شوفوا مضيع قد ايه فرص ورغبين الماتش قد ايه كان لفر بول الرجبة بتاعت الماتش دا كان منين لاقبة دانية اعلى لاقبة دانية متوسط اعمار اقل من بارشلونا حونا احجد دي كلها فانت دا دا نتاج الدور الانجليزي يعني هو دا نتاج الدور الانجليزي وان كانت دور الانجليزي بقووته دا كله هيظهر او الدور بLED بانتفع بيه اللعية اللعيب الاجانب في دور الانجليزي قبل اللعيب الانجليس خلي بالك لانك انت لما تشوف توتن كان فيه واحد لما في الفرق بتاعيتهم كان واحد الانجليس وكان واحد من الاجانب هتلاقي كتير وعشان كده انت دائما لسه عند الانجليس بتقول هادي في حكاية المنتخب هم عاملين متخب جديد وكلام ده كل انما بجد هم يستحقوا ان هم يبال لهم اربع فرق في الانجليس مانيه اتفق مع محمد صلاح قال ان كان فيه بينهم رهان قبل المباراة دي مانيه قال انه لو احرز هدف هيهدي محمد صلاح اسد ولو صلاح احرز هدف وهو ما حدف قال انه هو اللي كسب الروعان لو صلاح احرز هدف صلاح سيستحبه فيه زيارة الى الازهر الشريف هو قال لها نفسها زيارة الازهار به صاحبه محمد صلاح فواضح انه اللعيبة كمان فيه حياة بينهم فيه صداقة وفيه فيه قصص اي حالة هتب اي حالة هتبب اي حالة هتبب دي بطولة ده تاريخ حالة صلاح هو بيحكي يقول وانا عندي سبعة تمانسينما عمري ما حلمت كده بالحلم ده وواقف مبارا في المشد ده أكبر بطولة للأندية في العالم. بطولة أندية أوروبا دي. يعني أقوى من بطولة أمريكا اللاتينية والكلام ده. فإنك تقوم بطولة دي. ده شيء رائع ددا في التاريخ. ده عاملة زي ستة دكتورات أخدهم. يعني ده حالة دمدة ددا. فده الشيء بالنسبة لصباحه بالنسبة لي. فتقولي إن مرضة البطولة ده لو أما فلازم يعملوا كده. وهم أمبرح شفتك أنا عاملين زي. يعني هم أمبرح. أنا عايز قبل أن أتوقف مع الزفاف. أسمع رأي حضاك فنيا في المباراة. أمبرح على فكرة. أنا كنت الآن نريد من التوتونهام. وإن إحنا قولنا قبل كده في الماشي. كنت أقول لك أنا طبعا أحب وأعمل اللوفر كل يكسب. إنما أنا خايف من التوتونهام. لأن ده مات بالسكتر الأداء مرتين ورجع. أمبرح بقى لم يمكنه التوتونهام أن يصنع فرصة حقيقية للتهديف. في ناس شافت أنه كان فيه رغم تقدرهم الشديد لقدرات الجهاز الفني لتوتونهام والمدير الفني أكثر من رائع. ولكن ناس شافت أن حالة لوكاس مورا في المباراة الأخيرة. مباراة آكس اللي أحرص فيها ثلاث أهداف بمفرده في الشوط الثاني. كانت تفرد تواجده في الشوط الأول. وأن المدرب فضل الأسماء حسب ترتبها العادي. أن هاري كين رجع من فترة غياب وفترة إصابة. وأن وجوده في الملعب من بداية التسعين دي أثر بالسلبة على توتونهام. وأنه كان لوكاس مورا كمراوغ وتحركه في ملعب ومهاراته الفردية أعلى. في ناس بيقولوا كان مفهود يبدأ بي. رأي حدك إيه فأي؟ أنا دايما يعني لو إحنا نقول نفت كده إحنا عادينا عنا الاثنين في التراوة. لا 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 ده رأي ناس كتير بتقول. وحتى رأي الناس يعني أنا المدرب دايما هو اللي أعيز يكسب. مش على اللي أعيز يكسب لا أنا النقطة الأهم هو القدرة بظروفهم بظروفهم. يعني هو ظروفه في الخمسة يام الأخرين. من قبل المباراة. في المقبل المباراة. ناس عنده مشد مش عرفيه ده عندي. لا هو كمان دفع بيه في الشوت التاني. بس هي مدرستين في العالم يا سيد إبراهيم. واحد يقول لو تشكيلي كمل هلعب بالتشكيلي ببدأ بي دايما. واحد يقول لو عندي بديل ظهر وتألق المباراة الأخيرة. لازم أفضل معتمد عليه طالما كرف تعو علي. طريقتين دول في العالم. كرة القدم تحديدا ومجالات أخرى كثيرة جدا عموما بتحتمل وجهات نظر كثيرة مختلفة وكلها صحيحة. يعني كلام اللي تقال ده ممكن بصحيح. ولما حدي تقال تاني صحيح. إنما عادين بقى حطي الرجل على الرجل وعادين بقى مخلوقه. هو الرجل يعيني. خلينا أتوقف مع فاصل قصير.